في القسم الرابع من المحاكات سنحاكي عملية تحريك كل المفاصل مع بعضها البعض أو Motion for Multi-Joint Model Validation وإذا نظرنا بداخل هذا الصندوق فسنرى أن المفاصل الأربعة لديها إشارة جيبية ولكن طبعاً لقد وضعت سرعات مختلفة للمفاصل الأربعة كي نحصل على حركة منطقية مشابهة للتي ستكون على أرض الواقع لاحقاً عند استخدام الروبوت وفي القسم الرابع من الاختبارات سنقوم بنوعين من عملية Validation أو التحقم نعم الأول سنرى ماذا دقت النموذج الديناميكي الرياضي للمركبات الثلاث الخاصة بالجاذبية الأرضية والاحتكاك والعطالية مع حركة لعدة المفاصل مع بعضها أي رقم أربعة في المبدل على الإسار Motion for Multi-Joint Model Validation وأيضاً بعد ذلك سنرى قيم العزوم الدورانية تجد بالمركزي والCoreless عند حركة المفاصل مع بعضها البعض طبعاً بداية كما أسفت الآن سنقوم بمحاكاة حركة عدة مفاصل مع بعضها البعض ولكن بنفس الوقت في قسم Dynamic Model سنقوم بوضع رقم الثلاثة بالنسبة للمبدل أي بمقارنة المركبات الثلاث مع العزوم الدورانية ناتجة عن الروبوت المحاكاة وبتشغيل المحاكاة سنلاحظ الآن أن المفاصل الأربعة تتحرك مع بعضها البعض وليس كل مفصل لوحده ولكن الخبر الجيد يبدو في رسم الإشارة أن قيم العزوم الدورانية من الروبوت المحاكاة ومن النموذج الديناميكي تبدو متطابقة إلى حد كبير الآن إذا بدلنا الرقم الخاص المبدل إلى الرقم الأربعة لنرى فقط قيم العزوم الدورانية ناتجة عن الجذب المركزي والCoreless ونقارنها بيع عزوم الدورانية للروبوت المحاكاة في حالة حركة عدة مفاصل مع بعضها البعض طبعا هذه المقارنة الآن لست هنا في صدد المقارنة لأنني لا أستطيع الحصول فقط من الروبوت المحاكاة على هذه المركبات ولكنني بصدد الإشارة إلى أن هذه العزوم الدورانية الناتجة عن الجذب المركزي والCoreless والموضحة بالإشارة الزرقاء عند هذه السرعات المختلفة الموضحة ذات قيم صغيرة جدا قريبة من الصفر للمفاصل الأربعة مقارنة بقيم العزوم الدورانية للمركبات الأخرى ولهذا سيتم إهمالها خلال مساقنا وهي حقيقة لا تعطيقيا مرتفعة في السرعات المنخفضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر